على عدم اجتمال الجامعية العمومية وهل ده كامر متكرر وانتو اعضاء في الاتحاد؟ لا طبعا احنا ايامنا كنا بنحرص تماما على ان الجامعية العمومية تكتمل يعني في الثامن سنين اللي احنا مسكنا فيها اتحاد المصر لكرة القدم لم تكتمل الجامعية العمومية مرة واحدة الا مرة واحدة بس لم تكتمل؟ بس مرة واحدة فقط لغير اه ودي ساعتها كنت انا مقدم لايحة شؤون اللاعبين واقرناها في مجلس الادارة وفوزي غاني مشالها في ال والله العظيم شالها من المحضر اللي اتبعت للوزارة اه يعني احنا قعدنا في اجتماع مجلس الادارة اه واقرنا لايحة شؤون اللاعبين اللي هي جديدة بقى لايحة لايحة متابقة تماما اللي واحدة حد دول اه يعني كان زمان شوف الكلام ده بكلمك على 2009 يمكن كان زمان دلوقتي كرة القدم تقدمت خمسين مشواء خمسين خطوة اه لان ما كانش هيحصل ان اللاعب يمضي الناديين مرتين اه ما كانش هيحصل ان اللاعب يقعد في النادي غزما عنه اللاعب كان يلعب كنت انا حط فيها زي ما اللايحة التحادة اللي بتقول 10% اللاعب مشتركش من حقه انه يمشي اه انت واخبال حضرتك اه 10% من مجموعة المباراة من مجموعة مراة الموسى اه لو اهل من 10% يمشي انت مش عايزه ما بتلعبوش اه انه ممنوع فسخ التعاقد من طرف واحد يعني ما ينفعش انك انت تفسخ العقد من طرف واحد اللاعب يفسخ من طرفه ولا النادي يفسخ من طرفه يبقى فيه احترام للعود والمادة 17 دي على فكرة عاملة مشاكل كتيرة اول ايها اه 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 ريسبكت اوف دا كونتراكت في الاتحاد الدولي عاملة مشاكل في جميعنا حال عالم ترامل عقود لازم تطبق لازم من البنود ما عادش فيه بنود اه اه اختيارية وبنود اتشالت بقى القصة دي كلها اتشال دا كله اه جيت بعد كده بقى قلتلو عفوزي و احنا مش احنا قررنا في مجلس الادارة فين المحضر خدت المحضر امتحك ببص والمصحف والوحيات ربنا زي ما بحكي ببص بقى المحضر ملقتش البند دا قلتلو فين البند بتاع اه شو اللعبين بتاع اقراره لقى احد شو اللعبين قال لي مفيش قلتلو مفيش يبقى جاتلو تعليمش بس و هو دا و هو اللي كنت عايز قوله من رئيس الاتحاد اه اي حد يشتغل في مؤسسة مم ما بشتغلش عنده واحد اه بشتغل عند المؤسسة بس ما ينفعش ياخد تعليمات من الكل لأ اه يقول الكل انت ما انت النهاردة لو روحت لو قرر لو قرر يعني اقررت انك تروح عضو مجلس ادارة اه انا اسف اللا فستربوش يبقى ما تروحش طب هل رجعت لكابتن سامير زهر قلتلو تشارك ليه لا 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 دا انا بالكلام دوت بعد ما احنا مشينا اه انا بعد ما احنا مشينا وقديم اه انا متكل دا متخيل ان ان تم اقرار اللايحة وان احنا ما بنشتغلش بيها اه يعني انتو عملتوها وانتو في النادي وانتو في المجلس واحنا في المجلس ولكن كبفوض عرضها بعد ما انتم مشيتوا لا بص احنا عملناها اه وجينا نعرضها ايوة اه 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 الجمعية ما اكتملتش فاصبح احنا مفوضين ناخد القرار اه واخبال حضرتك فا اه اه انا في اجتماع مجلس الادارة اقرنا اه باقرار لايحة شؤون اللاعبين تمام انت واخبال حضرتك فا اه خلاص المفروض ان اللايحة اتعامل بيها خلاص الجديدة اه مش محتاجة موافقتك الاول اللايحة النظام الاساسي بتجبر المجلس انه يعرضها على الجمعية العمومية تقول اه او لا تمام اه اه المهاردة دلوقتي لقى اتغيرت ان الاتحاد هو المنوط بانه يعمل اللوايح كان ساعتها لما جينا بقى في التوقيت ده احنا جايين نعرضها على الجمعية العمومية جمعية العمومية ما اكتملتش اه فالمفروض ان احنا فوضنا في القرارات الجمعية العموم من ضمن باند الباند اللي راح النظر فيه اه اه لاحة شؤون اللاعبين اه تتشال من المحضر وهي موجودة في جدوى الاعمال اه بمعرفة الكابتفل طب خلاص بمعرفة فهمنا الخصة دي الحاجة طب اللاعب ده ما اكتملتش ليه بقى اه عشان كل نادي خد كور كل نادي خدتو تي نادي اه دي اخدت خمس كور بينه طب داللجوم اللي مجوش ما اخدوش لا اللي محضر اللي ممضوش شطوها لهم اللي ممضوش اللي ممضوش اللي ممضوش خدو خمس كور لا بس لا تقلل من شأن لا 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 مقصودش ده اللي انا سمعتو انا ما حضرتش اللي هم اخدو عادي طيب ما انتو كنتو بتوزعوا برضو حاجات كده احنا كنا بنوزع شكات للناس عشان اه بالزبط عشان تصرف صحيح هم هايخدو شكات برضو هايخدو برضو شكات لا هو بص 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 هكت ماتحة هو احنا عايزين نقول ايه نا عايزين نقول ان ان كرة القدم اي ما تدارش بالفهلوة ام وكرة القدم لا تدار ب ب يعني ب بال بال ب ب ب بجدعانة كده ولا لا اه ازا ما كانش كرة القدم تدار باهلها ام يبقى عليه العوض ومنه العوض في كرة القدم وانا قلت الكلام ده ام قلت ان انا اه خايف جدا على كرة القدم في ظل وجود هذا الاتحاد نا لان اه اه عندنا مسابقات الناشئين اه كابتن يعني النهاردة محدش بيفكر في ابتكار اه النهاردة الناس واخدى اجازة انت عندك اجازة طويلة قوي في اجازة الصيف لحد شهر عشرة طب انت مسابقات الناشئين ما تلعبتش ليه ام يعني النهاردة الولاد خدوا من ستة لعشرة اربع شهور اجازة اه مسابقات الناشئين ليه مسابقات الناشئين ما تلعبش بفترة الاجازة وجهت نظر ليه محدش بيفكر كده ام ليه محدش فاضي لكل واحد اه يعني نهائي كاس مصر ام كان منظر سيء جدا في الحقيقة ليه ليه لان اه تنظيم ما كانش جيد الموضوع مش مش معروف ام في التوقيت اللي فيه نهائي كاس مصر يعني المفروض يبقى ده 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 يعني لحظة تاريخية ام انك انت تبقى متواجد فيه نهائي كاس مصر طيب يعني خلينا نقول اه 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 يعني مش عزيزينا خدهم لك فاكده خدهم لك فاكده خلنا بقى هو الراجل سافر طبعا لان الموضوع ما يقدرش يأجل الحج اه لا ما هو ما هو انا الحج ده فرض واحد بس نعم يعني انا عايزول ده فرض ازا انا حجيت اه فمن حق ان حج اي سنة بقى بعد كده يعني يعني الحج خلاص الظروف جمعت له سيق من الفرض جمعت له ان هو سفر وبعدين وبعدين تمام اه احنا عايزين نقول ايه وفي حد اكبر من الحساب من الفيفا احنا الفيفا كنا بنقول ان ما يقدرش عليها غير ربنا نعم ادرت عليها الولايات المتحدة والنقب العام السويسري اه فضايح ده خلاص بلاتر محطوط في التحقيق وشكله قرب من الانسان ادخل وتحفظه على الاوراق جوه بالزبط تحفظ اه 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 مش مش تحفظ اجرائي اه ده تحفظ اه جريمي يعني يعني هناك موجه جنائي تحفظ جنائي نعم موجه لوجرم ايه وبالتالي الورق ده هيبقى يتفلى واحدة بواحدة وجرم فالكة شكله لايح في نفس السكة ليه بقى ليه بقى وبلاتيني اعترف لانهم تخيالوا اتغروا اتغروا وتخيالوا انهم فوق الحساب اه بس